السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا وسهلا بكم في برنامج الاسفشاجي النهاردة هنتكلم عن لو انت كنت تتخين وخايف انك تخين وعايز تخس انا حب اقول لك لأ اتعمل الدراسة في صحيفة ديلي ميل البريطانية عن اشخاص بيعانوا من السمنة واشخاص تاني ان هما نحفين وانه هو بيمارسوا الرياضة وكده وكده اشخاص بيعانوا من السمنة دولت كان عايزين يخسوا معرفش يعني كان عايزين يخسوا وانه هو يزبطوا جسمهم وهكذا فطلعوا من عندهم اهم فوائد للتخن واهم فوائد للسمنة ان انت مش تروح جم ان انت مش تقعد تغرق كتير والهدوم تلزق على جسمك وان انت تبقى على طول بتشيل حديد وقرفان وبتمشي على تمارين وان انت على طول زهقان لا 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 انت مش تطر تعمل كده انت تفضل زي ما انت كل افضل كل وعيش افضل يعني عن اللي انت فيه تمام من ضمن الدراسة انه هو طلعوا ان جسمك هيبقى فرحان جدا لو دخلت في مجاعة او ان انت تحت في صاحرة لان ان انت له هتو في صحراء فجسمك يبقى فرحان انه ه يصف عنده مغزون كتير من الدهون ان ان هو يعد يحرق فيها زي جمو شفت انت السنب بتاع هذا الجمل ان ان س spirit jajan وان ان ان انت احرق في الظهون زي مع الجمل فكده يبقى فرحان يعني فكده ان انت اصبح لما كان قام legislators يبقى مليان كده انت الرقبت في مجاعة او تحت في صحراء فالموضوها هيبقى افضل لك. الموضوع هيبقى احسن بكتير اول ان انت هتبقى على طول تخين. فخليك على طول تخين. ووسع الدايرة فتاعتك كتير اوي. لان انت لو انت توهت او انت دخلت في صحرا. فجسمك هيبقى بياكل في الدهون ويقعد يكسر في الدهون لو انت دخلت في مجاعة. اكتر من الانسان الضعيف او النحيف. لو خسيت بعد فترة كبيرة من ان انت كنت تخين. يعني انت عادت تخين فترة طويلة. وبعد كده جيت تخس بسرعة. لا لو انت خسيت بسرعة هتضطر ان هدومك هتوسع عليك هتضطر تشتري هدوم اكتر فهاتضطر تصرف فلوس اكتر فكده يبقى تكلف عليك. فلا فخليك زي منت واضخن اكتر. بحيس ان انت الهدوم تبقى تفضل عليك. وتزيد معك مع الوزن. تزيد مع الوزن. لكن ما تخص شان لو خسيت هدومك هتوسع اكتر. فالنوضاع يبقى صعب عليك. فلا اثبت زي منتق وخليك تخين لو بقيت تخين لو بقيت تخين هتبقى هتبقى سكسي اكتر دي دي تراسة فعلا هتعمل لو 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 بقيت تخين هتبقى سكسي اكتر لان ظهرت في اخر عشر السنين هي فورمة اسمها الدادي فورم الدادي فورم دي اللي هي معمولة الرأس الكرو والنيناردو ديفنشي اللي هم الناس تخان جدا والبنات بتحب او الدادي دي اللي هي تبقى بطن كبيرة او ممتلئة والبنات فرحانة بيها فانت كده صدقني انت هتبقى عارضة اكتر انك هتبقى سكسي والبنات تيجي تجري عليك وان هم تبقى بيقول لك لو سمحت ارتبط بنا او لو سمحت ممكن نمشي معاك او لو سمحت نعود معاك فصدقني انت هتفضل تخين وصدقني لما تكون تخينها هيبقى افضل لك هتبقى هتبقى جزاب وسكسي افتكر ليونارد قرkat ليونارد دفنش بتاع تايتانيك وسكسي الكروب قرط رائع او انت هتبقى زيهم فالبنات يحبك اكتر فخلك تخين انك لما هتبقى دخين مش هتضطر تحسب صورتك الحرية او ان انت هتمشي على ضايت زي من الضيطات اللي ماعنشي الكتير دي لا انت هتمشي على اي حاجة وتاكل اي حاجة بأي كمية لانك مش هتبقى زي الانسان اللي عادي او الانسان اللي هو عايز fulfilling صورت حراته لا انت هتاكل زي ما انت عايز انت هتشرب زي ما انت عايز انت هتاكل باي حساب وباي كمية فالافضل خليك تخين انك لما تكون دخين مش هتحتم فورمة السحل لما تكون عالبحر لما تكون عالبحر مش اضطر ان انت بقى ايه لا انا خايف ان لا 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 انت على طول بتقلقه على فكرة اظهرت الدراسة ان هي اغلبية الناس التخاب ببقى عندهم ثقة بالنفس يعني ممكن تلاقي واحد عنده ارفع منك بكتير جدا بس ان هو خايف ان هو لا انت بتلاقي ومش فهمك اي حاجة لو بالعكس تبقى دا دي فورمة وتبقى ماشي في في الشاطئ جامد جدا والبنات ممكن كمان تيجي تقول لك لو سمحت انا عايزة رقمة فخليك تخين لما هتبقى تخين ومش هتشرب مية كافية فهيضطر جسمك يحبس المية عشان هو بيحتاجها اكتر فهيضطر جسمك يحبس يحبس وانت كده كده ما بتشربش مية كتير فهتبقى ماشي زي العوامة فخليك تخين ان شركات الجنك فود زي شبسي وزي تودو زي اديتا وزي هوز والناس دي والشركات دي بيحبوك جدا وبيقضروك قوي عشان كده هم بيعملوا الجنك فود دي اللي هي الاطعمة اللي هي غير مهمة غير غير مفيدة فهم بيستهدفوك انت انت بتاكل منهم وبتصرف عليهم ما هو انت لو انت ما بقتش تخين هم مش هيشتغلوا فانت خليك تخين وخليهم هم يستفيدوا منك وانت كمان بتستفيد منهم لانك انت بتاكل باي شيء وباي طريقة وباي وقت وباي كمية فهم كده كده يعني هم كده كده مستفيدين منك الاول والاخر فهم عايزينك كده على طول وانت خليك تخين لاني متوسط عمر الشخص التخين اقل من متوسط عمر الشخص العادي اللي بتمتع بصحة جيدة ب10 سنين فمش هتضطر الحكومة ان هي تدفع عشر سنين معاشات وعشر سنين خدمات طبية للنسبة للشخص ده فانت كده خليك تخين لانك انت معرض لازمات القلبية وتصلوا بالشرايين بسبب الكوليسترول فخليك تخين على طول لان الحكومة مش تدفع العشر سنين لان انت متوسط عمرك اقل من متوسط عمر الشخص العادي او اللي هو بيهتم بجسمه شوية بعشر سنين فكده الحكومة هتستفيد انك كده تخين فخليك ان الانسان التخين بيكون افضل في العلاقة الحميمية مع زوجته من الانسان الرفيع لان الجسم الممتلئ بالدهون وبالتراهولات الكتير بيبقى افضل في العلاقة الحميمية لانه بيطول في العلاقة الحميمية من خمس لسبع دقائق اقصر من الشخص الضعي النحيف او اللي هو الشخص المهتم بجسمه فعنية قال لك خليك تخين فكده احنا عرفنا اضرار اضرار التخن او اضرار السمنة المفرطة عند الانسان ان لما تكون تخين مش تقدر تمشي على ضيط ان لما تكون تخين مش تقدر ان انت مش هيبقى عندك كسوك في النفس اكتر ان انت مش هتبقى متابع اللي هو فورمة الساحل ولا ننزل البحر وابقى مكسوف والكلام ده ان شركات الجنك فود هتبقى بتستفيد منك اكتر لان انت بتاكل باي كمية واي شراها انك على طول هتفضل تاكل من غير اي حسبة سعرات حرية ومن غير ضايت كاسي ومن غير ان انت تشيل حديد ومن غير ان انت تعرق في الصيف وان انت تروح جمه وان انت تكل شوية تستحمى ان الحكومة هتستفيد منك لان انت اقل متوسط عمرك اقل متوسط عمر الانسان الطبيعي فهتضطر انك تموت بدري في الحكومة مش هتضطر ان تدفع عليك تأمين صحي او لو هو تأمين اجتماعي او لو هو معاش فهنيئة لك فلو انت فاكر ان الفيديو ده بيتكلم عن فوائد التخنة او فوائد السمنة فانت غالبا ما شفتش الفيديو كله فأتمنى تشوف الفيديو كله حتى لو انت حتى لو تخت لي فوائد او لي مكاسب كويسة فتصدقني الاضرار اكتر بكتير او ان الاضرار اللي انت بتدخل بتدخل في جزمن اللي هو كوليسترول الدار بيحصل تصلب للشرايين اه ضرار السمنة المفرطة الركب بتاعتك ببوز اه فكرات الظهر بتقبط من كتر الضغط عليها بتتقوس وسعب بيحصل لك الدسك فأتمنى انك تشوف الفيديو كله اتمنى انك تستفيد من الفيديو ده كان معكم محمد تحسين من قناة السرشاجي اوعى تعمل اوعى تنسى تعمل سبسكرايب وتشغل زر الجرز الاشعارات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته